اشهد معالي المستشار احمد بن ابراهيم راشد الملة رئيس مجلس انواب بالملتقى الحكومية السنوية الثالث واشار الى انه جسد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر تعزيزه لممارسات القطاع الحكومي والارتقاء باداء مؤسساته نحو الاحترافية والتميز المنشون وهما يحرص عليه المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى اشهد معاليه برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للملتقى ومبادرة من صاحب السمو الملكي وللأهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء باعتباره منصة تفاعلية ايجابية لتعزيز الكفاءة والفعالية في الاداء الحكومي بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 مؤكدا اهمية سعي الملتقى لخلق بيئة محفزة للنمو في القطاع الخاص وباهتمامه بالعمل على بيئة مستدامة ومنية تحتية متكاملة وتطوير جودة الخدمات وكفاءة الاداء الحكومي وتحديده للأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر